ماضية في تحقيق أهدافها تلتر روسيا مدينة سيفيرو دونياتسك شرق أوكرانيا بقصف مكثف وباتت القوات الروسية تسيطر الآن على نحو 125 ألف كيلومتر مربع من أوكرانيا وهو ما يمثل 20% من مساحة البلاد وفق زيلنسكي سيفيرو دونياتسك المدينة الاستراتيجية لكل من روسيا وأوكرانيا على حد سوى أصبحت اليوم نقطة تحول في الحرب يتدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين للسيطرة على المدينة الاقتصادية ففيما أكد الرئيس الأوكراني أن الجنود الأوكران يمسكون بمواقع في سيفيرو دونياتسك قال حاكم أولوغانسك أن المدينة بدت مقسمة إلى نصفين بين القوات الأوكرانية والروسية كما أن أجزاء من مصنع أزوت للكيميائيات الذي يمد العالم بسماد تضررت بالهجمات وحسب مراقبين فإن الاستلاء على هذه المدينة بالنسبة للروسيا سيكون حاسما لكي تتمكن من بسط سيطرتها على كل منطقة دونباس في المقابل تتهم كييف وواشنطن روسيا بممارسة ابتزاز في قضية صادرة القمح بينما تعتبر موسكو هذه الاتهامات باطلة وليست سوى خضعة لسيما بعد أن أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لضمان تصدير الحبوب دون عوائق من موانئ أوكرانيا حال قيام كييف بإزالة الألغام من مياهها كما تعهد بعدم استغلال إزالة الألغام لشن أي هجمات من البحر يبدو أن الغرب لم يأخذ بالتهديدات الروسية إذ واصل إمداد كييف بالأسلحة رغم تهديدات بوتين بضرب أهداف جديدة في أوكرانيا فقد أعلنت بريطانيا أنها سترسل أولى صواريخها بعيدة المدى إلى أوكرانيا وقال وزير الدفاع البريطاني إن النظام الإطلاق الصاروخي M270 سيساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا قرار بريطانيا يتي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها ستزود أيضا كييف بنظام صاروخي